اشتركوا في القناة بيتكون عنا ان مجموع اي ضلعين لازم يكون اكبر من الضلع الثالث وبالتالي هاي الاضوار الاضلع بتشكل عند المثلث المطلوب وصلنا عن صفحة 64 فبدي تفتح لي كتابك على صفحة 64 نشوف سؤال فكر وناقش مع بعض زي ما احنا شايفين في عنا سؤال بقول لي ناقش العبارات الاتية مبررا اجابتك واحد مجموع طولي الضلعين الاصغرين في المثلث مختلف الاضلع لازم يكون اكبر من طول الضلع الثالث هل العبارة هاي صحيحة ولا خاطئة اكيد لازم تكون هاي العبارة الصحيحة طب ليش يمس لانه اي مثلث بيتكون عشان يتكون عندي مثلث لازم يمس اذا كان في عندي ثلاث اطوال اضلع وبدأشوف هاي الاضلع اذا بتشكل او بتكون عندي مثلث لازم اي طولي ضلعين من هدول المثلثين لما اجمعهم مع بعض يطلع اكبر من طول الضلع الثالث فبالتالي لازم يكون كمان مجموع الضلعين الاصغرين في المثلث مختلف الاضلع اكبر من طول الضلع الثالث لانه القاعدة بتحكي عشان يتكون عندي مثلث لازم يكون مجموع اي ضلعين في المثلث اكبر من الضلع الثالث فبالتالي في النهاية رح نوصل انه نجمع هدول الضلعين الأصغرين ويطلع أيضا أكبر من الضلع الثالث إذن رح نحكي إنه العبارة هاي عبارة صحيحة نعم ليش؟ شو السبب هلأ رح نكتبه مع بعض إذن نعم العبارة صحيحة لأن لأن مجموع أي ضلعين في المثلث لازم أي مثلث شو ما كان نوعه لازم يكون أكبر من طول الضلع الثالث تمام نشوف السؤال الثاني من سؤال فكر وناقش بقول لي يا ميس إذا كان عندي مثلث هذا المثلث جميع أطوال أضلاعه متساوية يعني هذا المثلث كان الثلاث أضلاع له نفس قياس طولها مع بعض كل ثلاث قطع متساوية في الطول تصلح لتشكيل مثلث خلينا نجرب لو افترضت في عندي مثلث هذا المثلث جميع أطوال أضلاعه متساوية وكان كل ضلع طوله 6 سنتيمتر يعني الضلع الأول 6 سنتيمتر الضلع الثاني 6 سنتيمتر والضلع الثالث عبارة عن 6 سنتيمتر عشان أعرف إذا هاي الأضلع بتشكل مثلث أولى حسب الخاصية الأولى لازم أكون مجموعة أي ضلعين في هذا المثلث أكبر من الضلع الثالث خلينا نجرب يلا 6 أول نحن ناخذ أول ضلع مع الثاني ضلع 6 زائد 6 يساوى 12 والإطناش شمالها أكبر من الضلع الثالث لو جربت أجمع هدول الثاني مع الثالث 6 زائد 6 يساوى 12 والإطناش أكبر من الضلع الأول اللي هي عبارة عن 6 لو جربت أجمع الضلع الأول مع الضلع الثالث ستة زائد ستة يساوي اثناش وطول المجموع عبارة عن أكبر من طول الضلع الثاني فبالتالي تحققت القاعدة المطلوبة وتحققت شروط الثلاث معناته هاي الأضلع تصلح لي أن تكون أضلع مثلث معناته هل أي مثلث متساوي الأضلع شو ما كان طول ضلعه يصلح أن يكون مثلث نعم لأنه المنطق بيحكي أنه إذا كان متساوي الأضلع مجموع أي ضلعين لهذول الضلعين المتساويين لازم يكون غصبا عنه أكبر من طول الضلع الثالث لأنه هاي دائما لما أجمع ستة زائد ستة بطلع الاثناش والاثناش شو ما لها أكبر من طول الضلع الثالث اللي هو عبارة عن ستة ماشي لهون يا ثامن إذن هيك بنكون أنهينا صفحة 64 بدي تفتح الكتابك على صفحة 65 نشوف مع بعض النتيجة التانية أو الخاصية التانية من خصائص المثلث خلينا نقرأ الصندوق اللي باللون الأصفر مع بعض بقول لي الضلع الأكبر في أي مثلث يقابل الزاوية الكبرى يعني أي مثلث مختلف الأضلع مختلف الأضلع شو يعني مختلف الأضلع يعني أطوال الأضلع مختلفة الضلع الأكبر يعني قياسه كان هذا الضلع أكبر قياس دائماً لازم يكون هذا الضلع بال الزاوية الكبرى يعني أي مثلث مختلف الأضلع لازم تكون كأيضاً زوايا مختلفة في عنا الزاوية الكبيرة وفي عنا الزاوية الصغيرة فبالتالي أي ضلع كبير فيه أي مثلث لازم يكون بال الزاوية الكبيرة كذلك الضلع الأصغر يقابل الزاوية الصغيرة ممتاز هلأ راح نشرحها من خلال الرسم بس خلينا نقرأ الحالات الخاصة حالات خاصة بقول لي إذا تطابقت أضلع مثلث شو يعني تطابقت أضلع مثلث يعني هذا المثلث كانت جميع أطوال أضلعه متساوية فما في عندي بكون في زاوية كبرى وفي زاوية صغيرة في زاوية كبيرة وفي زاوية صغيرة تلقائي راح تكون جميع الزوايا متطابقة ناخد مثال أي مثلث جميع أطوال أضلعه متساوية لازم تكون جميع زواياها أيضا متساوي إليها أيضا متساوي إليها نفس القياس وأعلق غالبا بتكون قياس هاي الزوايا لو إجيت أو أزحها بالتساوي على الثلاث زوايا بيكون قياسها 60 درجة في أي مثلث متساوي الأضلع فبالتالي إذا تطابقت أضلع المثلث فإن الزوايا أيضا تكون زوايا متطابقة شو معنى هذا الحكي يعني ما في عندي زاوي كبرى وزاوي صغرى هاي الحالة اللي حكيت عنها قبل شوي بخدها لما يكون المثلث مختلف الأضلع فبالتالي في عنده زاوية كبرى وفي عنده زاوية صغرى أما إذا كانت جميع أطوال أضلع متساوية فبتكون جميع زوايا متساوية فما إلها دخل هاي الحالة في النتيجة رقم 2 الخاصية الثانية أو الحالة الخاصة من النتيجة الثانية بحكي لي إذا تطابقت ضلعين مثلث يعني إذا كان في عندي مثلث يمس هذا المثلث عنده ضلعين متساوين تمام إذا تطابقت ضلعين فقط في المثلث فإن زاويتين القاعدة تكون متطابقتين بيكون هاي إذا أخذناها بصف سابع بتكون عبارة عن زاويتين القاعدة وأخذناها بالفصل الأول إنه أي مثلث متطابق ضلعين بتكون الزوايا تعون القاعدة متساويات في القياس تمام أي مثلث متطابق ضلعين زاوية القاعدة بيكون متساويات في القياس تمام لهم هلأ نرجع للنتيجة رقم 2 عشان نجي نفسرها هون مع بعض على الدفتر إياه لو إجيت يا مس أنا رسمت مثلث تمام هذا المثلث مختلف الأضلع هاي شو ما كان أطول أضلعه إجيت حطيت إنه هذا الضلع عبارة عن 3 سنتيمتر وسميته ألف با جيم تمام الضلع ألف با كان طوله عبارة عن 3 سنتيمتر الضلع با جيم كان عبارة عن طوله عبارة عن 4 سنتيمتر والضلع مثلا ألف جيم كان طوله عبارة عن 6 سنتيمتر هاي الأرقام اللي أنا حطيتها أرقام افتراضية فبالتالي الضلع الأكبر هذا ألف جيم هذا عبارة عن الضلع الأكبر ليش؟ لأنه يحمل أكبر طول ضلع هذا الضلع الأكبر اللي اسمه ألف جيم وقياس طوله عبارة عن 6 سانتي دائماً بكون با للزاوية الكبرى وين الزاوية اللي با له عبارة عن با فبالتالي هاي با هي عبارة عن الزاوية الكبرى ماش يمس إذن با عبارة عن الزاوية الكبرى طب هلأ في عندي الضلع ألف با هذا الضلع ألف با يحمل أصغر طول القياس لطول هذا الضلع فطوله عبارة عن 3 سانتي إذن في عندي الضلع ألف با هو عبارة عن أصغر ضلع ليش؟ لأنه بيحمل أقل قيمة لقياس طول هذا الضلع فبالتالي الضلع ألف با بنسميه الضلع الأصغر وهذا الضلع الأصغر بيكون إبال الزاوية الصغرى فبالتالي وين الزاوية الصغرى راح تكون؟ راح تكون إباله وين الزاوية اللي إباله اللي هي عبارة عن جيم فبنسمي جيم عبارة عن الزاوية الصغرى تمام يمس إذن دائماً الضرع الأكبر بيكون إبال الزاوية الكبرى فبنسمي الزاوية بها عبارة عن زاوية كبرى حال حسب هذا الضلع وهون عندي ألف بها هو أصغر ضرع فبالتالي يكون هذا أصغر ضرع إبال الزاوية الصغرى فبنسمي الزاوية جيم عبارة عن الزاوية الصغرى مفهوم هاي هي عبارة عن النتيجة رقم 2 فبالتالي بدنا نشوف مع بعض تدريب رقم 2 الموجود بصفحة 65 تدريب رقم 2 الموجود بصفحة 65 في عندي مثلث اسمه ألف ها سين أطوال أضلاعه ألف ها 11 سانتي ألف سين عبارة عن 15 سانتي وها سين عبارة عن 8 سانتي بتلاحظ أنه هذا المثلث مختلف الأضلاع ليش؟ لأنه أضلاعه مختلفة في القياس ما فيه 2 زي بعض وما فيه إنهم يكونوا 3 زي بعض سمي الزاوية الكبرى والزاوية الصغرى عشان أسميه لازم أجي أنا أرسم هذا المثلث وأسميه وأضع أطوال الأضلاع إذن فيه عندي المثلث ألف ها سين إذن برسم أي مثلث هاي ألف ها سين مثلا هذا المثلث وراحط ألف ها سين وأجي أحط القياسات الموجودة عندي من خلال هاي الرسمة بقول لي على حسب هاي الرسمة فيه عند الضلع اللي اسمه ألف ها طوله عبارة عن 11 سانتي إذن الضلع ألف ها عبارة عن 11 سانتي وألف سين عبارة عن 15 سانتي وآخر إشي هاقسين عبارة عن 8 سانتي تمام هل أنا رسمت أي مثلث بحيث يكون هذا ألف هاقسين طول الضلع ألف سين عبارة عن 15 سانتي طبعا على الرسم موضح أنه العكس أنه هذا الضلع أطول الضلع بعدين بيجي هات بعدين بيجي هات لكن هاي الرسمة افتراضية إحنا فقط بدنا نوجد مين هي الزاوية الكبرى ومين هي الزاوية الصغرى فبالتالي حكا لي أنه الضلع ألف سين عبارة عن طوله 15 سانتي والضلع ألف ها عبارة عن 11 سانتي والضلع ها سين عبارة عن 8 سانتي بدأ أوجد الزاوية الكبرى والزاوية الصغرى يلا شو رأيكم مين أطول الضلع؟ أطول الضلع عبارة عن ألف سين هذا الضلع لك الأكبر لازم يكون إقبال الزاوية الكبرى معناته وين الزاوية اللي إقباله الكبرى؟ هايها الزاوية اللي إقبال الكبرى إذن ها إذن بحكي له الزاوية ها عبارة عن الزاوية شو مالها الزاوية الكبرى ممتازين يا مس طب مين أصغر الضلع أصغر الضلع عبارة عن ها سين كم طول ضلعه 8 سانتي معناته هذا الضلع لازم يكون إقبال الزاوية الصغرى مين الزاوية اللي إقباله هاي الزاوية اللي إقباله إذن الزاوية ألف راح تكون عبارة عن الزاوية الصغرى إذن الزاوية ألف عبارة عن الزاوية الصغرى ما فهم له هل يمز